سوف نسولي قليلا على الفلتر خطيئة ما مطينا حقا الفلتر مهما تعددت أشكاله وظيفته وحده أنه يصفي الهواء قبل لا يدخل للسيلندر يعني خافك وتراب وذبانه بالهواء هذا يلزمها لذلك منه ينطفونه رح يطلع منه شوية تراب وصحيح يصفي الهواء الداخل للسيلندر لكن بنفس الوقت يخنق المحرك بشكل بسيط شلو ما أنت تلبس كمامة تختنق شوية ومحركة من نفسك يختنق فبالتعديل يحطون فلتر رياضي تكون بمسامات أو فتحات أكبر من الستوك حتى تسمح بمرور هواء أكثر المحرك أو بالعام يتقل الخنقة المحرك ولو ملاحظين أغلب سيارات الستوك يجي الفلتر مانا موجود ببوكس أما الفلتر المعدل يجي مفتوح فراح يسحب هواء من كل مكان فراح تأخذ أداء أكثر لكن راح يكون محركك شوية حساس لأن الفلتر ما جاي يصفي الهواء بشكل ممتاز وأكو بعض المحركات الرياضية بسيارات السباق أو حتى بسيارات الشارع تكون ما بيفلاتر أصلا ولا حتى منفولد هسه تقول شون اتفق وياك ممكن تدخل ذبانة أو شي يعني بالسلندر بس هاي المحركات مو عملية ودائما تتنظف باستمرار حتى لا تصير ترسبات ذبانية على ويفات وغالبا هاذ النظام يصر على محركات يعني على كل سلندر أكو ثروتل واحد مثلا 12 سلندر يعني أكو 12 ثروتل بس ينفتح ثروتل قبل يدخل هوا بدون لا فلتر ولا أي شي طبعا هاذ النظام اكو بيلابسونه شون لك ماشا أو فلتر هيش بسيط كلش عايبة من العالم وبما أنه ماكو فلتر راح تحصل قوة أكثر بس الاعتمادية قل وأكو يشيلونه الضوء الأمام ويحطونه مجمع هوا ببدالة وذا ركزت أكثر يمكن تشوفوا التيربو يسلم عليك